عقد وزير البترول والثروة المادنية طارق المل عددا من اللقاءات والاجتماعات بمقر هيئة الثروة المادنية في إطار متبعته لجهود تطوير قطاع التعدين وخطة برنامج تطويره وتحديثه لزيادة مساهمته في الدخل القومي استمع وزير البترول لمناقشة الدراسة التقييمية التي تم إعدادها لإنشاء مركز خدمات التعدين والذهب في الصحراء الشرقية والتي مولها البنك الدولي وتم إعدادها بالتعاون مع مكتب استشاري عالمي كما عقد الوزير اجتماعا لاستعراض تقرير تفصيلية عن أعمال اللجنة الفنية لتأكيد احتياط الفوسفات بمشاركة عدد من كبرى شركات إنتاج الفوسفات